بسم الله الرحمن الرحيم بالأخبار والمعلومات والكواليس الآن بالتأكيد خلاص داخل في المرحلة الأخيرة من مرحلة الاستعداد الفني لانطلاق الموسم الإفريقي خلال الفترة اللي جاية لعب مباراتين والديتين ثم اللقاء القادم أمام طلاع الجيش بعد غد يوم الخميس بإذن الله قبل الصفر إلى تونس لمواجهة الاتحاد المنستيري في زهابة دور التمهيدي الثاني لدور أبطال إفريقيا. كمان القيمة الدولية للتحكية للحكام تم الإعلان عنها بشكل رسمي وفيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا. وفي النهاردة كمان عندنا أخبار ومعلومات بالتأكيد مهمة بخصوص استعداد الأهل للمرحلة الجاية وكمان هنتكلم على معسقر الحكام اللي بيجرح حاليا واللي بيحاضر فيه الكابتن عصام عبد الفتاح والحقيقة هل الاتحاد طلب محاضر دولي فاجئ عصام عبد الفتاح ولا إيه الحقيقة بالضبط. هنا شايف بعض التفاصيل بتتقال مش دقيقة في الملف ده خلال الفترة الأخيرة. حلقة فاكة والليس مهمة جدا تابعونا. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف طوقات حضراتكم للتحكيم المصري خلال الموسم القادم خاصة بعد الإعلان عن الحكام المرشحين للقيمة الدولية. شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا. صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم بالتأكيد سؤال له متعلق بالفترة اللي جاية بعد إعلان القيمة الدولية وإن شاء الله بإذن الله عندنا تفاصيل في هذا الملف بعد الفصل. ولكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي اجتماع مهم لمجلس إدارة الأهلي اليوم وكمان الفريق يوصل استعداداته للموسم الجديد وفي الترند المحلي المنتخب يواجه ليبيريا الليلة استعراض ده مباراة اليوم النهارده اليوم الأخير في الأجندة الدولية 27-9 لكن مباراة مهمة جدا للمنتخبات العربية نبدأ مع بعض النهارده في لقاء زو طابع خاص كيروش مدير فن منتخبنا الوطن السابق النهارده بيقود ده منتخب إيران وعنده مواجهة تحدي من نوع خاص لأنه هيلعب مع المنتخب السنغال المباراة بدأت حوالي الساعة 4 ونص يعني دلاته احنا في دقيقة 35 وما زالت النتيجة تعادل سلبي طيب الساعة 8 النهارده مباراة مصر وليبيريا في نفس التوقيت أو بعد المباراة مصر وليبيريا بنص ساعة تونس هتلعب مع البرازيل مباراة ودية في فرنسا وبالتأكيد هتحظى بمتابعة كمان كبيرة زي مباراة مصر وليبيريا النهارده يوم الختم في الأجندة الدولية لكن بالتأكيد مباراة كلها هتكون ممتعة خاصة للمنتخبات العربية ونتمنى التوفيق رب المنتخبنا الوطني أمام ليبيريا تحت قيادة فنية جديدة ليروي فيتوريا أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لفقرة الكواليس والمعلومات فقرة تريند تريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند عايز أبدأ بس بخبر مهم جدا منذ لحظات قليلة استطاع فريق النادي الأهلي موليد 2002 الفوز على الزمالك في صالة نادي الزمالك في ميت عقبة في كرة اليد الفوز عليه بالقضية برضو في الثانية الأخيرة قدر فريق النادي الأهلي يفوز بنتيجة 28 27 بعدما كانت النتيجة فيها تعادل حتى الثواني الأخيرة لكن استطاع إسلام راضي بهدف في الوقت الحاسم يحسم المباراة والفوز على الزمالك في صالة نادي الزمالك في ميت عقبة في كرة اليد موليد 2002 دي قمة الجولة الثالثة ضمن مباريات هذه البطولة بطولة الجمهورية لكرة اليد دعم نتكلم فيه فريق الشباب اللي هو تحت عشرين سنة ده الفوز التاني للأهلي في مية عقبة هذا الأسبوع بعد انتصار فريق 2004 على الزمالك أيضا يوم الخميس الماضي فبإذن الله الفترة الجاي يكون فيه مستقبل جيد لكرة اليد في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي ده خبر مهم جدا كان لازم أبدأ به فقر الترند الترند بالنسبة لناشئي وشباب النادي الأهلي فيه الفوز على الزمالك فيه كرة اليد طيب نهارده فيه اجتماع مهم جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي بالتأكيد عدد من الأمور اللي محتاجة تتناقش خلال الفترة اللي جاي الاجتماع بدأ حاليا فيه مقر النادي الأهلي بالجزيرة اجتماع مهم جدا بخصوص العديد من الملفات أكيد فيه ملفات عديدة للمجلس هيحسنها خلال الفترة اللي جاي خاصة مع قرب الاستعداد للمسم الجديد حالات الفترة اللي جاية وصفر بعسات النادي الاهلي سواء فريق كورت اليد فريق كورت السلة فريق الكورة اللي عنده مباراة مهمة جدا في تونس فبالتأكيد ان شاء الله نهاردة هيكون فيه متابعة لاجتماع مجلس دارة النادي الاهلي وأهم القرارات التي ستخرج من خلال هذا الاجتماع اللي بدأ منذ لحظات في مقر النادي الاهلي بالجزيرة أيضا كمان النهاردة تدريب فريق النادي الاهلي نهاردة التدريب في ملعب مختار التتش بالجزيرة وكمان هيكون فيه استعدادات لمباراة تطلع الجيش الاهل اللاعب مباراتين والديتين أمام بيترو جيت وأمام أسوان مش هتكلم عن نتيجة الاهل فاز في المباراتين بس احنا بالنسبة لنا نتيجة مش هي كل شيء أهم حاجة في المرحلة الحالية يقدر كولر إنه هو يحط التشكيلة المناسبة يطبق أفكاره على المجموعة اللي موجودة معاه وكمان النهاردة بإذن الله بعد مباراة مصر وليبيريا كل لعبة النادي الاهل اللي موجودين في المنتخب هينضموا لتدريبات النادي الاهل ابتداء من الغد ولكن بدءا من الغد يبدأ مرسل كرر يحدد بقى الراحات الخاصة باللعبين الدوليين سواء لعب منتخب مصر لهم لعب النادي الاهل أو حتى أليو ديانج أو علي معلول لما يرجعوا من مباراةهم الودية تونس مع البرازيل وأيضا كمان مالي كان بتلعب مباراة دي بالأمس لم تستكمل بسبب الأمطار والعواصف فبالتأكيد خلال ساعات إن شاء الله أيضا كمان هينضم علي معلول وإليو ديانج مباراة دي مع الجيش ثم معسقر بقى والاستعداد قبل السفر يوم 6 أكتوبر بحد أقصى يعني إن شاء الله إلى المانستير في تونس لمواجهة اتحاد المانستيري بإذن الله يوم 9 أكتوبر المباراة تتلعب حوالي الساعة 4 العصر بتوقيت القاهرة في نقطة كمان مهمة جدا متعلقة بفكرة هو الأهلي ليه دايما ما بيلعبش الأدوار التمهدية وليه الأهلي دايما بيلعب ابتداء من مرحلة دور التمهيدي الثاني اللي هو دور الـ 32 وفجئنا كده رغم أن الكلام ده من سنين الناس عارفوا أصلا معايير المشاركة بتبقى إزاي مين بيلعب تمهيدي ومين ما بيلعبش تمهيدي واللي بيلعب تمهيدي ده نتائجه أصلا كانت سلبية إزاي واللي معفل من التمهيدي لأنه هو أكيد بطل أو تصنيفه من أفضل 3 أو 5 أو حتى 6 هي مرتبطة بس بالاندائل هتشارك كل السنة فبنحز في كام نادي وفي الآخر ممكن نعفه 3 ممكن نعفه 6 ممكن نعفه 2 لكن الأهلي طبعا بطل أفريقيا يعني آخر 6 أو 7 سنين لعب 5 أو 6 نهايات واخد البطولة 10 مرات فلما أي حد يطرح سؤال هو أنا بطل الدوري السنة يقال يا عب تمهيدي ما أنت مش عشان فصت بالدوري فكل حاجة بالنسبة لك سهلة أنت مش ورق المحل حاجة ومش ورق الإفريقيا حاجة تانية ده تارجت وده تارجت تاني خالص ده لي معايير وده لي معايير تانية خالص أنا هتديك مثال اللي بيطلع كل مرة هتكلم ليه الأهلي ملعبش تمهيدي وهو تاني ولا تالت الدوري الأهلي في موسم 2018 2019 كان بطل الدوري العام بطل الدوري العام مش هقول بقى للسنة الثالثة والخمسة والستة على التوالي الناس عارفة التاريخ الحمد لله 42 بطول الدوري فالناس عارفة التاريخ لكن في السنة دي لما الأهلي كان بطل دوري 2018 2019 والموسم الإفريقي التالي على طول اللي هو 2019 2020 اللي الأهلي فاز بيه بالقضية في اللقاء النهائي على الزمالك لعب من أني دور لعب من الدوري التمهيدي الأول هل حد طلع وقتها قال أنا بطل الدوري إزاي ألعب تمهيدي بالمناسبة السنة اللي قبلها أنا كنت تواصل نهاء إفريقيا أمام الوداد 2017 يعني أنا السنة اللي قبلها كنت بلعب نهائي مش خرقت مثلا من دور المجموعات في المركز الأخير لا دعنا كنت بلعب نهائي قدام الوداد ومع ذلك لعبت التمهيدي وبالمناسبة كنت بلعب فريق من بطل جنوب السودان أو فريق من جنوب السودان اسمه إطلع بر لو الناس كلها تتذكر طبعا السنة ديت والأهلي كسب وعمل سكور ونتيجة كبيرة جدا هل الأهلي اشتكى؟ هل الأهلي تكلم؟ هل مداري الأهلي قال ليه بلعب تمهيدي؟ ما يا جماعة التفاصيل الصغيرة اللي بتعمل حساسية ما بين الجماهير؟ يعني نتكلم بمعلومات صح يعني ما نتكلمش وبعد اللي ما نقولها مرة واثنين وثلاثة ومحدش عايز يعقب لا إحنا بقى نعقب الأهلي لما فاز بالدورة 2018 لعب المسم التالي 2019-2020 من الدور التمهيدي هو بطل الدور لأن معايير دي غير معايير دي أنت عشان ما تلعبش تمهيدي يا فندم لازم تكون آخر خمس سنين عامل نتائج على المستوى الإفريقي على أعلى مستوى عشان تبقى على الأقل من أعلى ثلاث أندية في أفريقي لكن أنت مش قادر تكون من أعلى ثلاث أندية فبالتالي هتضطر تلعب تمهيدي لأن انت نتائجك آخر عشرين سنة مش خمس سنين نتائجك كلها سعية في أفريقي فبالتالي ده المعيار اللي قالي كان بطل دوري لعب دور تمهيدي أتمنى بقى نقفل الموضوع ده عشان ما نعملش حساسيات بين الجماهير لأن المعيار معروفة من زمان وبلاش نلعب على وطر وعواطف الجمهور أتمنى يعني ونقفل القصة دي من الكريم الشفاية تاني لأنه مش معقولة كل مرة نطلع نرد لأنه محدش بيرد يعني أنا أتمنى اللي بيسمعوا الكلام ده في المؤتمرات الصحفية يطلع يرده محدش بيرد ومحدش بيقول ده غلط ده صح الأمور بتعدي طيب القائمة الدولية للحكام الملف ده الحمد لله والفضل لله احنا على مدار ثلاث أسابيع اتكلمنا فيه بكل الكواليس وكل التفاصيل وإحنا لما فتحنا الملف ده قلنا احنا احنا بنتكلم في ملف القائمة الدولية للحكام من أجل مصلحة مصر لأن العنصر اللي هيدخل قائمة دولية أو الحاكم اللي هيدخل في القائمة الدولية ده هيمثل مصر خارجيا في البطولات الإفريقية وفي البطولات الدولية تحت شعار الكعف أو تحت شعار الفيفا وقلت وقتها مش منطقي حكم عنده 47 سنة تجدد له تاني وتحطه في القائمة الدولية هيطلع البعض يقول لي كده كده الكابتن محمود عشور قم بره القائمة الدولية لأنه تخطى السن لا كلام ده من الصح الكابتن وجيه أحمد السنة الماضية أو الموسم الماضي وهو الكابتن محمود عشور تخطى 45 سنة حطه في القائمة الدولية في الفار ودخل والسنة دي 47 سنة وتحط في الكشف الطبي عشان يكون موجود ضمن الحكام المرشحين للقائمة الدولية لولا اللي احنا قلناه هنا ولولا الأرقام اللي طلعناها على الهواء مباشرة وقلنا أن في حكام أحق من الكابتن محمود عشور والله العظيم كمان مرة كان الكابتن محمود عشور يتحط وكان فيه أسماء تانية كمان كانت ممكن تتحط في القائمة الدولية لكن احنا سلطنا الضوء على تفاصيل محدش كان بيكلم فيها ليه؟ لأن احنا في نهاية همنا مصلحة مصر حكم 47 سنة لا عنده كاس عالم ولا عنده كاس أمم إفريقيا ولا فيه مناسبات قرية الفترة اللي جاية مش هيتطلب في أي مناسبة ليه ما ندخلش وجه جديد ندخل حكم عنده 37 سنة 38 سنة نستفيد بيه دخل هو وقل فرحان دخل عمر الشناوي دخل حسام عزب حجاج دخل الكابتن الدسوئي ممكن ياخده 6 ممكن ياخده 3-4 لكن بالمناسبة والله يصدقوني لو الكابتن عصام عبد الفتاح كان موجود وهو رئيس اللجنة كان الكابتن محمود عشور موجود كان الكابتن محمد الصباحي موجود كانوا اللي تنندل تحديدا كانوا موجودين في القائمة الدولية وقاسامة تانية كانت ممكن تتغير كمان في الحكام السابعة اللي موجودين في القائمة الدولية ولكن حصل تعديل خدوا بالكو أنا مش معنا أنا بتكلم كده إن المعايير كانت بنسبة 100% سليمة لا برضو كانت فيه تفاصيل تانية في معايير تانية ما كانتش بنسبة 100% صح بس الأساني كانت موجود الحكام موجودين يعني تيجي تبصها لحكام الساحة محمود البنة رقم واحد بقى رقم 3 إبراهيم نور الدين رقم 3 بقى رقم واحد هي رؤية فنية لللجنة وهي تقارير اللجنة وتقارير المرأبين بس احنا تفرقنا على المتشاط شفنا المتشاط هل في مباراة لعبة محمود البنة كانت فيها مشاكل تحكمية قارن بقى عن ناحية تانية كابتن إبراهيم نور الدين والمشاكل واللحصة بعض المتشاط والقرارات وكان فيه لغط كتير في بعض السجدات التحليلية على القرارات التحكمية محمود البنة من الأسامي اللي تضطرب دايما في كل الأحداث الدولية برا مصر كان بيدير مباراة بارح في الأردن بيدير مباراة في إفريقيا بيدير مباراة في البطولة العربية دايما اسمه مطلوب غريبة تيجي في القائمة الدولية لقينا الحمد لله وقال فرحان رقم ثلاثة وكان فيه أسماء تانية كان لازم تخش كان مفهود السيد شعبان يكون موجود كان فيه أسماء كان لازم تكون موجودة محمد الصباح يكون موجود بس ممكن يكون ترتيبه الخامس السادس الرابع كان بس يبقى موجود تمام لكن المعايير كان على ناس وعلى ناس وماركت لاتنبرجي في التحديدا في القائمة الدولية ما كانش ليه القرار بنسبة يعني 80% هقول نسبة 20% انه هو قال لهم لا مش عايزين الناس اللي فوق السنك فاكد لكن التمانين في المائة التانية لا كان من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد القرى بمنسبة الحكام قبل ما اختم واطلع فاصل قريت تصريح للكابتن عصام عبد الفتاح امبارح او اول امبارح التصريح بالنسبة لي كان غريب لان الناس خدت التصريح ده وتعاملت معاه بإطار كوميدي او اعتبروها نقطة وهو ان الكابتن عصام صرح في احد المواقع الرياضية وقال ايه ان الاتحاد المصري طلب محاضر دولي يكون موجود في المعسكر والحكام في الفترة من 25 ل29 فالفيفا أسند لي المعسكر فانا اللي موجود او اتقال انك لاتنبرجي طلب فجاله الكابتن عصام انا مش اي مسؤول او اي شخص يطلع يقول تصريح باخده من المسلمات لازم اسأل ولازم ارجع اللي حدد معاد المعسكر اللي موجود دلوقتي في مصر من 25 ل29 هو الكابتن عصام عبد الفتاح مش ماركة كلاتنبرج اللي حدد توقيت المعسكر ده هو الكابتن عصام عبد الفتاح مش ماركة كلاتنبرج واللي بيحدد معاد المعسكر بيطلب ان يكون فيه محاضر بيطلب ان يكون فيه محاضر طيب كابتن عصام حاليا مش رئيس اللجنة مين المحاضر اللي هجي لك في افريقيا معروف ان كل مناطق بتبقى عبارة عن زون في شمال إفريقيا في جنوب وغرب إفريقيا في وسط وشارع إفريقيا منطقة زون الشمال بيبقى المسؤول عنها كمحاضرين من الكاف تحديدا اتنين كابتن عصام عبد الفتاح والكابتن يحيى حدقة الكابتن عصام والكابتن يحيى حدقة من المغرب قبل المعسكر ده في مصر كان فيه معسكر زيه في تونس أثناء اختبارات الليقة البدنية للقايمة الدولية كان الكابتن عصام في تونس يعني هل تونس لما طالبت جالها لكابتن عصام هو عصن الزون ده للكابتن عصام والكابتن يحيى حدقة راح الكابتن عصام في تونس وحاضر لحكام تونس لأن دي محاضرات تسقفية للحكام في الفترة الحالية قبل بداية الموسيقى ده الفيفا بتعمله لكل الاتحادات اللي عاملة تعمل محاضرات تسقفية وعايزة تساقف الحكام وتديهم آخر التعليمات الخاصة بقانون اللعبة طيب لما كان في الجزائر نفس المعسكر ده قبلها في شهر تمانية أو أواخر سبعة كابتن عصام مرحش الجزائر ما عنديش تفاصيل ليه مرحش يعني هو يسأل في الجزائية دي ويحيى حدقة المغربي مرحش الجزائر وأكيد أنتوا عارفين ليه يعني مرحش الجزائر لكن تم الاستعانة بيتينباندا دي حكمة كرة نسائية كانت موجودة في لجنة الحكام تم الاستعانة بيها قبل علاية تشكيل الجديد للجنة الحكام وراحت حضرة للحكام الجزائريين وبالتالي وكتديه من الصح والكابتن عصام لما صرح وقال كده ما قالهاش بالتفاصيل لأن اللي حدد معاد المعسكر كان الكابتن عصام هو اللي حدد وهو جهو اتحاد الكرة معاد المعسكر من 25 ل 29 9 لأن التوقيت ده لما حدده هو كان محدده لأن كان عنده ترتيبات أن اختبارات الليقى البدنية والحكام الدوليين المرشحين تبقى أثناء المعسكر لكن جيل فيفا لما غير معاد إرسال الأسماء وخلل معاد 25 9 فتم تبكير معاد اختبارات الليقى البدنية والكشف الطب للحكام فبقى قبل ده بعشر تيام وبالتالي التوقيت ده اللي فيه المعسكر الحالي خدوا بقى المفاجأة مفيش فيه ولا حكم دولي مفيش فيه ولا حكم دولي لأن لاجمة الحكام برضو بقى أقول اللي ليهم ولا عليهم يعني اللي ليهم مش كلاتنبرج اللي طلب فالجي كابتن عصام من الفيفا ده ما حصلش المعاد المعسكر اللي حديده هو كابتن عصام لكن لما جيل كابتن عصام ماركت لاتنبرج عمل لقطة أنا شايفها مش كويسة وكان يجب على مجلس زرادة اتحاد الكورية يتدخل لأن ده ما ينفعش لأنه في النهاية يهم مصدات التحكيم المصري ده معسكر للحكام عشان ياخدوا آخر التعليمات بالنسبة لقانون اللعبة ومحاضر فني موجود زي الكابتن عصام محاضر معتمد من الفيفا ومعاه كمان حناشي كمعدل يقى بدنية ودول ناس معتمدة من الاتحاد الدولي يبقى المفروض ماركت لاتنبرج ما ينفعش يبعث حكام الدرجة الاولى مش معنى ان الكابتن عصام هو اللي هيجي حاضر فانت تبعث لحكام الدرجة الاولى ده من الصح يعني ده لقطة مش مصبوطة وكان يجب على اتحاد الكورة والاسماع بتتبعت كان يسأل مين الحكام دول المفاجأة التانية ان الحكام اللي راحوا 70-80% منهم حكام مساعدين تخيلوا 70-80% منهم حكام مساعدين فقيمة المعسكر بالنسبة للمحاضر الدولي اللي جاي من الفيفا مش بنفس القوة لمعال حكام الدوليين من مصر يعني لو المعسكر فيه امين عمر وابراهيم نور الدين والبنة ومحمد عادل وسامي هالهل ومحمود ابو الرجال والحكام القبار دول برضو المعسكر بيبقى ليه قمته ومكانته لان كمان دول هايحكمه في الدوري فلازم ياخدوا اخر التعليمات لازم يبقى فيه محاضر موجود من الفيفا يديهم اخر التعليمات لكن تبعت يا كلاتنبرج حكام الدرجة الاولى انت عايز تسقف حكام الدرجة الاولى عشان السنوات اللي جاية ماشي ما انت ممكن تطلب دفتة وقتات تانية لكن انت لغاية دلوقتي لا عملت معسكر لحكام الدولي ولا معسكر لحكام الدرجة الاولى لغاية اللحظة ديت وحتى كمان دلوقتي انت مش موجود في مصر فاتمنى عشان اختن كلامه قبل ما اطلع فاصل اتمنى ان الكابتن عصام لما يعمل دور كمحاضر دولي بلاش يعني يبقى فيها سبايسي كده في التفاصيل ومركت لاتنبرج لما يبعد اسماء حكام يلتزم ويبعد تبقى للمعايير عشان احنا بالتأكيد الفترة اللي جاية مهم جدا يكون عندنا حكام دوليين على اعلى مستوى مش تلاقي الكابتن عصام فتبعد حكام الدرجة الاولى الصراع ده مش هيكون في مصطلات التحكيم المصري وانا مش هقول الا المعلومة السليمة اي حد هيقول لي معلومة لازم اتأكد منها وراجع وراه حتى لو كانت نقطة لازم اراجع وراه ولما راجعت وراه اتأكدت ان الكلام ده مش بنفس الدقة اللي تقالت بتصرحات شفتها في المواقع من الكابتن عصام عبد الفتاح اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نبدأ بقى نشوف ازاي بالاهل بيستعد للفترة اللي جاية ونشوف اخبار الفريق واخبار التدريبات خلال الفترة اللي جاية اهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الاهلي ونشوف المحتوى اللي كان موجود في السوشال ميديا خلال الساعات الاخيرة نبدأ مع بعض بحساب الاهرام وحساب الرسم للاهرام على تويتر خمس ملفات على مائدة مجلس ادارة الاهلي اليوم يعقد مجلس الادارة اجتماع اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وذلك لمنقشة العديد من الملفات الخاصة طبعا قلنا في البداية ان الاجتماع بدأ ممكن نزو حوالي مثلا نصف ساعة وبالتأكيد في ملفات مهمة جدا بنتكلم في حوالي سبع ملفات اولها اعتماد قرارات الجماعية العمومية الطريقة لشركة الكورة في اجتماع الامس وقرار تعيين الكابتن او المهندس عدل القيع رئيس شركة الكورة والاستاذ احمد حسام عوض والاستاذ خالد عبدالقادر عضوة في مجلس ادارة الشركة كمان تعيين رئيس لبعثة فريق الكورة اللي هتسافر تونس لمواجهة اتحاد المنستيري خلال الفترة اللي جاية واعتماد تعيين المهندس خالد مرتاجي رئيسا لبعثة فريق النادي الاهلي لكورة اليد اللي ايضا هتشارك في بطولة تونس لبطولة افريقا للاندية وكمان اعتماد تعيين الاستاذ زاطاري انديل رئيس بعثة فريق كورة السلال هتشارك في كأس العرب في الكويت خلال الفترة اللي جاية واخر الملفات اعتماد التعاقات الجديدة لفريق القرى في الفترة الاخيرة ولسه كمان في ملفات مهمة جدا بالتأكيد ولكن هننتظر قرار مجلس الادارة النهاردة بعد نهاية الاجتماع طيب نروح كمان ليه حساب يلا كورة وحساب يلا كورة بيقولوا مصدر الخطيب يكلف العمري فاروق برئاسة بعثة الاهلي في تونس زي ما قلت اجتماع مجلس ادارة بالتأكيد بينايش كل هذه الملفات ويكون فيه اعلان رسمي لكل التفاصيل دي وصفر معالي الوزير الأستاذ العمري فاروق وزير الرياضة السابق ونائب رئيس النادي الاهلي لرئاسة بعثة الاهلي في مباراة اتحاد المنستيري حساب اليوم السابق يتكلموا على بيرسي تاو حساب اليوم السابق على تويتر نشره ان الجنوب افريقي بيرسي تاو لعب الاهلي يخد تدريبات تأهيلية بمقر نادي بالجزيرة تحت اشراف الجهاز الطبي واخصائي التأهيل تاو خضع لبرنامج تأهيلي شامل في الايام الماضية للتعافي من اصابة العضلة الامامية وان شاء الله خلال اسبوع بالكتير هيكون موجود في التدريبات الجمعية عشان يكون جاهز بإذن الله للمرحلة اللي جاية نروح كمان لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على حسام حسن وتألق الفترة الأخيرة تحت قيادة تمرسل كولر قالوا حسام حسن يهرب من مقصلة كولر في الاهلي والوديات كلمة السر فرص حسام حسن باتت كبيرة في الاستمرار الفترة اللي جاية من خلال أداءه في المباراتين الوديتين أمام بيتروجيت وأسوان الوطن سبورت قال على وحدته أن مرسل كولر تمسك باستمرار حسام حسن مواعيد القيدة هتنتهي يوم 10 أكتوبر من هنا لغاية يوم 10 أكتوبر أكيد دا كولر يحدد بقى احتياجاته في الفترة اللي جاية هل موسم التعاقدات بالنسبة للنادي الأهلي انتهى؟ لسه لما يوم 10 ييجي وما فيش صفقات يبقى كده الموسم تمام ولكن طالما لسه فيه مساحة زمنية أكيد الناس بتشتغل وبتحضر للفترة اللي جاية وبإذن الله الفترة اللي جاية أول ما يتم التحضير للشيء رسمي هيتم الإعلام من قبل القنوات الرسمية للنادي الأهلي سواء القناة المركز الإعلامي أحوات الموقع الرسم نروح كمان لحساب كورا إليفن بيكلموا على أكرم توفيه حمد الله على السلامة يا أكرم بعد انبهاره بمستوى في فترة الإعداد السويسري كولر يضع ثقته في أكرم توفيه ويفجأه بمركز جديد مع الفريق للاستفادة من إمكانياته القوية طبعا المركز الخط الوسط المدافع رقم 6 أداء أكرم في الفترة الأخيرة وإمكانياته وقدراته ربنا يحفظه إن شاء الله يقدر الأهلي يستفيد به في أكتر من مركز ولعيب جوكر بإذن الله مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية لعيب بيلعب في الجبهة اليومنا مع محمد هاني كريم فؤاد كمان وسط الملعب مركز زا ستة يقدر كمان يضيف في هذا المكان مع أليو ديانج حمد فتحي يبعندك مرونة كمان في هذا المركز خلال الفترة اللي جاية نروح لسبورت 360 مصرية أرقام علي معلول مع النادي الأهلي منذ انضمامه مسيرة رائعة للزهير التونس طيب بنتكلم أن 37 مباراة في موسم 2021-2022 أحرز تسع أهداف وعمل أسست سبعة الموسم اللي أبلي أنا باقي بقى من آخر موسم يعني الموسم اللي أبلي جاب ستة أهداف وخمص عشر أسست لعب 34 مباراة موسم 2019 جاب تسع أهداف وعمل أسست ولعب 36 ماتش الموسم 2018 أحرز 11 هدف وعمل 10 أهداف أسست لعب 38 موسم 2017 أحرز هدف واحد وعمل 8 أهداف لعب 23 وأكتر موسم لعب في مباراة موسم 2016-2017 لعب 39 مباراة وأحرز 3 أهداف وصنع 9 أهداف أول موسم مع الأهلي لم يحرز أهداف صنع أسست ولعب 3 مباراة إذن تدرج رائع جدا لأرقام علي معلول مع النادي الأهلي ولكن كان فيه إحصائية للاتحاد الأفريقي أول أمس من أفضل زهير أيصر في المباراة الأفريقية والله من أول ثانية لغاية ما تم غلق باب التصويت مش عايز أقول لكم علي معلول منزلش عن 97% من التصويت وده بالتأكيد ده لاعب كبير لاعب مميز ولاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس والنهاردة عنشوفه في مباراة دية أمام منتخب البرازيل كورا بلاس وآخر حاجة معايا في ترند الأهلي كابتن حسام طوقة لاعب الاتحاد المنستيري التونسي قال لكورا بلاس في تصرحات رسمية قال محظوظون بمواجهة الأهلي وسنوهاجمه في لقاء الزهاب قال إحنا محظوظين طبعا بمواجهة فريق كبير مثل الأهلي نعرف إنه يملك أسماء كبيرة لكن لدينا أثقة في أنفسنا وسنقدم أفضل ما عندنا ونهجمه في ملعبنا للترشح إلى دور المجموعات هي تعتبر أقوى وأفضل مباراة في دور أبطال إفريقيا في مرحلة دور التمهيدي الثاني فريق تونسي عربي مع النادي الأهلي بطل إفريقيا فمواجهة مرتقبة بالتأكيد تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة جدا في أرغاء الوطن العربي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى فقرات برنامج التريند طيب التريند المحلي والمنتخب الوطني يمكن المنتخب عنده مباراة وديا مع ليبريا بعد قليل وروي فيتوريا أعلن التشكيل في تشكيل متوقع في التريند المحلي هنقوله وبعد كده نشوف التشكيل الرسمي هيكون إيه من خلال اختيار روي فيتوريا أول حاجة كورة إليفن بعدما قرر فيتوريا استبعاد محمد صلاح ومصطفى محمد من وديت ليبريا المتوقع التشكيل يكون كالآتي أحمد الشناو في حراسة المرمى الدفاع كريم فؤاد محمد عبد المنعم أسامة جلال محمد حمدي الوسط حمدي فتحي إمام عشور محمد إبراهيم الهجوم تريزيجي عبد الرحمن مجدي أحمد حسن كوكا طيب حساب اليوم السابع أيضا توقع التشكيل وقال أن أحمد الشناو في حراسة المرمى حجازي علي جابري كريم فؤاد محمد حمدي محمود حمادة إمام عشور طارق حامد تريزيجي ومحمد إبراهيم وكوكا آخر حاجة في ترند المحلي كورابلاص تصريح لعلي جابري بيتكلم عن أن فيتوريا بيتعامل بطريقة جيدة مع اللاعبين ومنحنا الحرية وده ظاهر بشكل كبير حتى في أداء بعض اللاعب الجديدة زي محمود حمادة اللاعب أول مباراة مع المنتخب وكان ظاهر بشكل جيد وما كانش خايف في هذه المباراة طيب روي فيتوريا أعلن التشكيل وقال أن منتخب مصر يلعب التشكيل النهاردة في مباراة ليبريا بيه مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمو أحمد حجازي محمد عبد المنعم محمد حمدي عمر جابر أربعة في خط الضار تلاتة في وسط الارتكاز طريح حامد محمود حمادة إمام عشور وفي الأمام محمود تريزيجي عمر مرموش أحمد حسن كوكا إذن التشكيل متوقع من كرة إليفن واليوم السابع ما كانش بنسبة من 100% سليم والنهاردة للمباراة التانية على التوالي محمد الشناوي هيحرص عرين مرمى منتخبنا الوطني رغم أن الكل كان بيتوقع أن أحمد الشناوي ياخد النهاردة جزء من المباراة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى فقرات برنامج التريند موسيقى أهلا بحضراتكم من جديد زي ما شفتوا طبعا ده جزء كده من الكواليس الخاصة بتدريب فريق النادي الأهل النهاردة على ملعب التتش بالجزيرة كان قدامنا طاهر محمد طاهر وأيضا كمان محمود متولي اللي اتنين عاملين يولوك جديد يعني أنا ببص على طاهر لو محمد عبد المنع مش في ملتخبنا الوطن وفي التشكيل لسه أقلوش من دلوقتي قلت على تلغبط وقول محمد عبد المنع نفس الستايل بعد النيولوك الجديد لطاهر محمد طاهر وعايز أقولكم كان الحمد لله ظاهر بشكل جيد في المباريات الودية طيب في تفاصيل أكتر بخصوص التدريب نروح لزميلنا المتعلق فاروق صلاح موفق قناة الأهلي الموجود حاليا في ملعب التتش بالجزيرة يدينا كل الأخبار والكواليس الخاصة بالتدريب مساء الخير يا فاروق برحب بك زميل العزيز محمد سعيد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا محمد من داخل ملعب مختار التتش وزي ما انت شايف طبعا تذيب الفريق النادي الأهلي اللي كان انطلق بمحاضرة فنية المستر مارسل كولر مع اللعبين ثم جانب بدني في الجنب للعبين ثم انطلق المران منذ القادة يا محمد الجديد عندك بقى طبعا على حالة الفريق مباراتين وديتين تلعبوا في استعداد المباراة اللي جاية اللعبة الدولية اكيد بعد نهاية الأجندة النهاردة اكيد هيكونوا موجودين من بكرة في راحة يعني الكواليس والأخبار اللي عندك وانت دايما بتعرفنا كل الجديد من خلال وجودك في تدريبات الأهلي يعني خليني يا محمد اخد من كلامك من النهاية يعني الانضمام اللعبين للدوليين يعني كان في حديث مع الكابتن سادعب حفيز صرح لنا ان غدا هيكون ان شاء الله انضمام اللعبين الدوليين لفريق النادي الاهلي صباحا هيكون تدريب للمجموعة اللعبين الحاليين لعيبة الدوليين هيكون لهم تدريب ان شاء الله في تمام الساعة الخامسة عصرا ده هيكون اول مران للعيبة الدوليين اللي هيكونوا موجودين مع الفريق ان شاء الله غدا بمشيئة الله في اول مران وانضمامهم لتدريبات النادي الاهلي عايزة طمنك ايضا على سير الامور يعني قبل طبعا الاستعداد لمباراة الاتحاد المنستيري الفريق طبعا هيستقنف تدريباته غدا على فترتين فترة صباحية طبعا زي ما قلنا للعيبة الموجودين الحاليين ثم فترة مسائية يكون للعيبة للدوليين ثم مباراة للأهلي وطلع الجيش اللي هيكون يوم الخميس ثم تدريب صباحي هيكون يوم الجمعة ثم تبقى فيه يوم السبت راحة للعبين ثم تبدأ من يوم للاحد الاستعداد طبعا ومرحلة الأخيرة للاستعداد لمباراة الاتحاد المنستيري ويعني محمد قدر أقول لك برضو كده من خلال حديث مع الكابتن سيد عبدالحفيز قال لي إن فيه مقترح يعني بنسبة كبيرة إنه تصفر إلى تونس إن شاء الله لملاقات الاتحاد المنستيري هيكون يوم ستة أكتوبر بمشيئة يعني ده مقترح الكابتن سيد قال إن ده مقترح الأقرب إن شاء الله إنه يكون الصفر لتونس إن شاء الله يوم ستة أكتوبر بمشيئة إن شاء الله يعني بتاريخ مميز طبعا تاريخ ستة أكتوبر يكون بداية انطلاقة مهمة جدا لفريق الناد الأهلي قال لي حديث أيضا مع الدكتور رحمد أبو عبلا بن اطمن على حالة اللعيبة المصابين سواء بيرستاو أو عمار حمدي خلاص بيرستاو في المرحلة الأخيرة يا محمد من البرنامج التأيلي إن شاء الله على مطلع الأسبوع القادم يكون موجود في تدريبات الناد الأهلي بالنسبة لي عمار حمدي أيضا خلاص أنت بتتكلم في المرحلة الأخيرة أيضا لي عمار حمدي طبعا الدكتور رحمد أبو عبلا للبرنامج التأيلي الأخير خلاص المرحلة الأخيرة خلال الفترة القادمة عمار حمدي يكون موجود مع فريق الناد الأهلي في التدريبات الجمعية اللي أنا لمسه أيضا أنا محمد بن اللاعبين الجدية والتركيز وأيضا التحضير لمبارات الاتحاد المنستيري تشغل بال طبعا مستر مارسل كولر اللاعبين عايزين تبقى بدايتهم مع جمهور الناد الأهلي وبداية الموسم إن شاء الله بتحقيق نتيجة أجابية أمام فريق الاتحاد المنستيري مستر مارسل كولر مع مخطط الأحمال مع الجهاز الفني مع طبعا ياسين المكاري محل الأداء جمع أكبر عدد في اللقائين اللاعبهم أمام الجيش الرواندي يعني إذا ما قلت لك محمد أنت خلاص بدأت مرحلة الإعداد لمبارات الاتحاد المنستيري مستر مارسل كولر بيركز على تفاصيل مهمة جدا محمد إحنا لمسنا في التدريب في التعامل مع اللاعبين تفاصيل مهمة جدا نتمنى إن شاء الله أن تبقى بداية موفقة بإذن الله مستر مارسل كولر مع العيدة النادي بإذن الله آخر سؤال يا فاروق وسريعا محمد شريف أنا شايفه في التدريبات الجمعية أصبح الحمد لله أصبح جايز وموجود مع الفريق حتى في المبارات الودية كمان الفترة الجاية بالضبط يا محمد محمد شريف حاليا موجود مع النادي القلي بيشارك في التدريبات الجمعية بصورة كاملة تقيد إن شاء الله المبارات لطلع الجيش القادم ما ياخد نسبة كبيرة إن شاء الله من هذه المباراة بطمنك على كافة اللعيب المصابين أيضا كوك عزيز فاروق صلاح موفد قناة الآلي وزي ما أنتم شايفين على الشاشة بالتأكيد تدريب فريق النادي الآلي حسين الشاحات موجود محمد مجد أفشا عمر السلية يمكن هي رتوش بسيطة ونشوف كمان بيرستاو وعمار حمدي خلال الفترة اللي جاي لكن التحضير لمواجهة اتحاد المنستيري الحمد لله تسير بشكل جيد على فكرة المباراة صعبة جدا وعقوى مباراة في الدوري التمهيدي ألا الثاني حارس مرمى اتحاد المنستيري التونس وحارس مرمى منتخب تونس فربنا يوفى الأهل بالتأكيد في هذه المباراة وتكون بداية وانطلاقة قوية إن شاء الله في هذا اللقاء في الختام لا يسعني سوى بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء